وحدثتكم عن ظاهرة قبيلة ربما أي أشهر يسيرة ظاهرة رزوطة في القرن العشرين الذكاء البشر يتقدم بمتوالي غير طبيعية في القرن العشرين نفسه القرن واحد إياك هناك من يحرص على أن يفهمك أنك غبي الآن عموما كهنة الفكر الديني أنا أسميهم كهنة هم كهنة فعلا ولا هم معابد وينتفعون هؤلاء الكهنة حريصون جدا على أن يفهمك أنك غبي غير قادر على أن تفهم غير قادر على أن تجتهل أنت لا شيء أنت صفر يحبون أن يفهمك هذا لأنهم هم أمام الأوائل وأمام الكبار أصفار حقيقة أصفار وليس لهم المساكين بنقوسين نشفق عليهم وعلينا أكثر من إشفاقنا عليهم لأن الأمة تدفع الثمن نشفق عليهم وعلينا بنقوسين أيها الإخوة هم ليس لهم ولا يتهيأ لهم إلا أن ينقلوا ويرددوا أدوات مسجلات وطبعا الآن يغني عنهم الشيخ قول والشيخ يهو يغني عنهم تماما وهم لا يزدون على ما يمكن أن يمدك به النت أيها الإخوة الشبكة العنكم مستحيل مستحيل ليس عندهم شيء المساكين ويحبون أن تكون صورة منهم وصورة حتى ممسوقة عنهم بحيث يظلون أساتير لك وظل من كانت العميان تهدي ظل من كانت العميان تهدي تهدي نأخذ بحقنا في أن نفهم وكما نقول دائما انتبهوا نحن لا نعبد إلا الله ولا نؤمن إلا برسول واحد هو رسول الله لا نعبد المخاري ولا المسلم ولا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا سيد القطب ولا حزن البنة ولا الشافع ولا أبا حنيفة ولا الصادق ولا زيدن لا نعبد أحدا نعبد الله وحده ولا نحق أن نفكر ولا نحق أن نجتهد وأن نعمل عقولنا والمسألة مش بالأقدمية الأقدم بفهم لو الأقدم بفهم الجهلية خير وما الإسلام تبهوا هذه نزعة خبيثة وغبية نزعة استلفية بالمطلق نزعة غابية إذا المسألة الفضل للمتقدم فالجهلية متقدم على الإسلام أفضل من الإسلام إذن ما الصحية بالمرة بالحكس الركب البشري خصوص أيها الإخوة المعارب بالذات ترجمة نانسي قنقر